النهاردة معينا موضوع مهم جداً وهو إزاي نزبط سلوك أولادنا أعتقد أنه ده موضوع مهم وده هيكون موضوع كتابنا النهاردة اللي كلنا نفسنا نحن نعمله وهو إن أولادنا يكونوا أحسن ناس في الدنيا إزاي بنعمل ده؟ وبنسعى دايماً طول الوقت أننا نغرس فيهم مبادئ وقواعد تفضل ملازماهم وحمياهم طول عمرهم الحقيقة أنه القواعد دي بتكون نبعة من البيت اللي نشأوا فيه والبيئة اللي تربوا فيها طيب لو حصل خلل في السلوك لأي سبب أياً ما كان هو إيه إزاي أتعامل معاه؟ إزاي في التربية السليمة أكون موجودة مؤثرة من غير مأزيه؟ وطبعاً في أثناء المشوار ده بتواجهنا تحديات كتيرة جداً والتحديات دي الحقيقة بتواجه كل أم وقب مهما كانت الدرجة بتاعت تعليمهم مهما كانت درجة ثقافتهم مهما كانت درجة مستواهم المادي لكن برضو بيتواجهوا بالتحديات دي وبرضو أحياناً بيحتاجوا أن هم يسمعوا لمتخصصين يقدروا يساعدوهم بالزبط يقدروا يرشدوهم بالزبط إزاي يتعاملوا مع أولادهم في مختلف مراحل عمرهم في ظل المصادر الكتيرة اللي دخلت في التربية الحقيقة ما بقاش بس البيت هو اللي بيربي ولا بقت بس المدرسة هي اللي بتربي زي ما كنا بنقول زمان لا دلوقتي بقى فيه الإنترنت وبقى فيه سوشال ميديا اللي اقتحمت حياتنا واقتحمت حياة ولدنا كمان نظرة المجتمع لأولادنا أي أوقات كتير جداً بتأثر فيهم المقارنات لما بنقارن ما بينهم وبين أرايبهم وما بنقارن ما بينهم وبين أصحابهم ده بيحط عليهم ضغط كبير جداً هنعرف أكتر عن موضوع حلقتنا من الكاتب اللي بنورنا النهاردة في الستوديو دكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري والتربوي ترجمة نانسي قنقر